بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا دروب الحياة ضرب اليوم إن شاء الله حيكون مع شبابنا وكيف بيقضوا أوقات فراغهم وخاصة يمكن إحنا الأسبوع القادم إن شاء الله هو آخر أسبوع قبل بداية إجازة الربيع اللي هي عبارة عن أسبوعية وطبعا قبل ذلك كان عندنا أجازة نصف العام وحوالي ثلاثة أسابيع وإن شاء الله بعد ذلك يعني رمضان على الأبواب والامتحانات ثم بعد ذلك تأتي الإجازة الصيفية ويكون عندنا متسع كبير من الوقت وفراغ لا نريد يعني إن مثلا تأتي الإجازة ونتكلم عنها قبلها بيوم أو يومين أو قبلها بأسبوع لأن أحيان كثيرة البعض مننا بيكون خطط أو وضع خطة لما سيفعله في الإجازة ومن لم يضع خطة لما سيفعله في الإجازة ترى أنه يضيع كثير من وقته وتضيع الإجازة هباء عليه ولا يستفيد منها أبدا نحن لا نتكلم عن الإجازة وفقط الإجازة تعتبر جزء من الفراغ اللي بيكون في حياة الشباب إنما إحنا في عندنا وقت أكبر وقت كبير جدا جدا وخاصة أولادنا اللي بيذهبوا للمدارس وبعد أن يرجعوا من المدارس بيحاولوا أن هم يملأوا وقتهم في أشياء كثيرة غير مفيدة فبيتعودوا على إضاعة الوقت وعدم الاستفادة من الوقت فلما بيبدأوا يكبروا ويوجهوا الحياة أو مثلا يدخلوا الجامعة ويتخرجوا منها ويبدأوا يشتغلوا ويبدأوا يكونوا بيوت خاصة بهم أو أسر خاصة بهم بتكون أكبر مشكلة تواجه أولادنا في حياتهم هي الاستقرار في البيت لأنه تعود من البداية على عدم الاستقرار في البيت تعود دايما أنه لما يكون عنده وقت فراغ لازم يقضيه في خارج البيت ولا يسكن ويستقر ويمكث في البيت إلا إذا كان مضطر بعض أولادنا لا يدخلوا للبيت إلا في وقت النوم على النوم وفقط والبعض الآخر تجد أنه يعني إذا جلس أو مكث في البيت أو قضى وقت في البيت بيكون وقت بسيط جدا وده للأسف الغالب اللي صار غالب على أولادنا وشبابنا في هذه الأيام إيه للمفروض نعمله مع أولادنا وإيه الواجب علينا تجاههم لأن جبل مخاطب أولادنا وجبل مكلمهم عن أهمية وقيمة النعمة اللي في إيديهم نعمة الشباب ونعمة الوقت أيضا الأولاد بيكونوا نتاج لسلوك بيسلكه الأباء فهم تعلموا من أبائهم شيء لما بيكبروا بيقلدوا هذا الأمر بيكون عادة بالنسبة لهم هذا الأمر بيعتبر مرجعية فكرية بالنسبة لهم كأن الحياة هي ما تعودوا عليه وما تربوا عليه لذلك من الصعب جدا تغيير عادة الإنسان الإنسان بيحتاج لمجهود مضاعف من أجل أن يغير عادة تعود عليها أو سلوك مثلا كان دائما بيتخلق به أو فعلك المعتاد أنه يفعله فإحنا خطابنا الأول لازم يكون للأباء وللأمهات طبعا جلوس أولادنا في البيت صعب والاستفادة من أوقات أولادنا في داخل البيت أيضا أصعب صعب جدا الكثير بيحس أنه في حالة وجوده في البيت كأنه مسجون يا إما يكون موجود بغرض مثلا أنه بيأكل ويشرب أو أنه بيغير ملابسه أو إذا كان عنده امتحانات بيذاكر ما دون ذلك خلاص الأمر بالنسبة لأنتهى وخاصة يعني اليوم يوم الخميس لما نتكلم أن مثلا في الغد هتكون إجازة أو بعد غد المسألة بالنسبة لهم بيكون اليومين دول هم يومين للفراغ للخروج خارج البيت لتقضية الوقت في خارج البيت لامتناع عن القراءة أو المذاكرة أو أي شيء وخاصة إذا كان الأولاد قد فرغوا من امتحاناتهم خلاص إحنا ذكرنا إحنا عملنا اللي علينا وكأن الرسالة اللي بنعطيها الأولادنا إن دوركم فيما يتعلق بمسألة القراءة أو الاهتمام بالفكرة أو بالثقافة هو من أجل الامتحان وفقط ودي نقطة فيها خلل كبير جدا عندنا نحن كأباء كأولياء أمور كأباء وأمهات الخلل ليه؟ لأن الابن اللي بيتربى على أساس أنه هو بيقرأ ويذاكر من أجل الامتحان وفقط بعد ما بيخلص للامتحان تأكدوا أن كل المعلومات اللي كانت في دماغه خلاص راح نسيها ليه؟ لأنه هو بيذكرها بيذكرها الوقت مؤقت فعقل الباطن فاهم ومستوعب أني بحاول أن أنا أحتفظ بالمعلومات لفترة مؤقتة لفترة الامتحان أحيان كثيرة لما أولادنا بيطلعهم الامتحان وبنسألهم بعد ذلك مثلا أنت درستوا كذا أنت تكلمتوا عن كذا كأنه لم يأخذوا هذا الشيء طلبة بنشوفهم يقول لك أنا بطلع من الامتحان أنا مش فاكر أي شيء عن المادة نسيها أول ما بيخرج من باب القاعة ليه؟ لأنه من الأساس كان بيذكر لأجل الامتحان فقط فده اللي بيخلي أولادنا فعلا أنا قديت الدور المطلوب مني ويعني ما شاء الله خاصة لو كان البعض من المتفوقين أو المتفوقات من بنتنا خلاص أنا قديت الدور وأنا نجحت بدرجات عالية وأنا متفوق أو تقول أنا متفوقة إيه المطلوب مني إن أنا أعمله يكفي الوقت اللي أنا مضيته في المذاكرة ويكفي هذا الوقت يعني خلاص يعني أريد إن أنا فعلا أشم نفسي أريد إن أنا أخرج مع أصدقائي أريد إن أتفسح أريد أريد أشياء كثيرة جدا الأمر ده أعتقد إنه هو سلوك خاطئ سلوك خاطئ إن إحنا نربي أولادنا إنهم يذكروا لأجل الامتحان لا الكتب الموضوعة جبل ما تكون كتب دراسية هي كتب إنسانية وثقافية يعني كل معلومة موجودة فيها أكيد هنستفد منها في حياتنا وأكثر اللي بيستفيدوا على فكرة من الكتب المدرسية اللي خلصوا دراسة لما يقرأ أنا واحد من الناس لما أقرأ أشرح لابن شيء ولا لبنت شيء وأقرأ بجد إن في مواضيع جميلة في فعلا قصص ممتعة باستفيد منها ليه لإني الآن بنظر لها أو بقرأها قراءة من لا يريد إنه هيدخل الامتحان لا ده قراءة من يريد أن يفهم أن يتثقف أو غير ذلك المهم إحنا عايزين نركز مع أولادنا إن أولادنا لازم يستفيدوا من وقتهم حتى لو إحنا فيهم إجازة حتى لو كنا في عطلة سواء كانت عطلة نصف العام أو عطلة نهاية العام لازم يستفيدوا من أوقاتهم أول وأهم شيء لازم نوجه في أولادنا للاستفادة منه هو إذا كان عندك وقت فراغ لازم داخلك ما يكونش فارغ لأن لو كان الداخل فارغ تأكدوا إن هذا الإنسان لن يستطيع أن يعطي في المستقبل لا لأسرته ولا لمجتمعه ولا لدولته ولا لأمته بعد ذلك مش هيقدر يعطي المسألة لازم ابن يكون ممتلئ من الداخل طيب ابنه هيكون ممتلئ من الداخل إزاي؟ هو صغير لسه ما بيحبش القراءة هو لو شاف أبو بيقرأ أو شاف أمه بتقرأ هيبدأ يفهم إن القراءة شيء طيب إن القراءة شيء مفيد إن القراءة شيء مرغوب فعلا إن القراءة شيء مهم في المجتمع ثانيا بعد ما نقرأ لازم نحكي لأولادنا قرأنا إيه؟ واستفدنا إيه؟ وإيه أهمية القراءة في حياتنا؟ وهذا الكتاب اللي أنا قرأته استفدت منه إيه؟ هذه الرحلة وهذه التجربة وهذا الموقف كل هذه الخبرات لازم نتحدث ونتحور مع أولادنا وننقلها إليهم عشان نربي فيهم قيمة أن يستفيدوا من أي وقت فراغ الأولاد دايماً بيحبوا اللعب وعلى فكرة ده شيء عادي وطبيعي فطرة موجودة في طبيعة أي أولاد إن هم بيحبوا اللعب الشباب دائماً يحب الخروج وده فطرة أيضاً موجودة فيهم ليه؟ لأنه في بداية أو في مرحلة ما بين الرجولة وما بين مرحلة الطفولة فهو يريد أن ينطلق عايز يقول لكل الدنيا إن أنا الآن صرت رجل كبير إن أنا الآن صرت حر صرت أستطيع إن أخرج لوحدي ما في خوف علي قبل ذلك كان أهلي بيخافوا إن هم يطلعوني لوحدي إنما الآن أنا في مرحلة أقدر إن أنا أطلع وروح وآجي فعايز يقول لكل العالم إن تغيرت إن كبرت إن مرحلة الطفولة انتهت بالنسبة لي أنا لم أعد طفلاً أنا الآن شاب الآن أستطيع إن أنا أعتمد على نفسي عايز يقول لكل الناس المحيطين من حوله إن أنا موجود إن لي شخصية إن لي ذات إن لي كيان فتلاقيه دايماً منطلق عايزين نستفيد من هذه الانطلاقة نريد فعلاً نحن نستفيد منها في نفس الوقت من غير ما نكبت هذا الشاب ونعمل عليه نوع من أنواع السيطرة الزائدة عن اللازم يعني ليه لأنه دايماً الشاب أو دايماً الأولادنا بيكرهوا مسألة إن حد يكون متغلب عليهم ومسيطر عليهم ويفرض دايماً أراءه عليهم عايزين الأراء اللي بتكون بينا وبين شبابنا تكون بالمشاركة تكون بالإقناع بالأفكار يعني أنا عايزه يستفيد من شبابه ومن قوته ومن فتويته في نفس الوقت عايزه يستفيد من هذا الوقت السمين ليه؟ لأن أنا بعده زي ما أنت بتهتم بجسم ابنك في إنه يأكل كويس لو شفت ابنك مثلاً ولا بنتك مرة عليه أسبوع ولا أسبوعين ما بيكلش كويس وبلاحظوا أن صحته متغيرة وكذا بتبدأ تهتم وتنظر للمسألة لازم كمان تهتم ببناء عقول ابنك وبنتك المسألة مش جسمه فقط لازم نهتم ببناء الأنفس أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه زي ما برب ابني وباهتم فعلاً وبخاف على صحته لازم أهتم بابني وخاف على عقله الخوف على العقل الآن أصبح يعني شيء خطير جداً الحمد لله مع التقدم العلم المذهل والتقدم الطبي المذهل أيضاً يعني أصبح الاهتمام بالجانب الصحي أو الجانب الطبي يعني لا يحتاج من الإنسان إن هو يبذي المجهود كبير الأمر انقلب اهتمامك بعقل أولادك اهتمامك بأفكارهم اهتمامك بأصدقائهم بيخرجوا مع مين من غير ما أكون بتجسس عليهم أو إن أظهر لهم مثلاً إن أنا براقبهم فيه فرق بين إنك تراقب وإنك تتابع فيه فرق فرق كبير جداً فرق كبير إن من متابعتك لأولادك لما تشوف أي تغير في نمط السلوك تعرف إن فيه شيء جديد ترأ عليهم إيه هو الشيء الجديد اللي ترأ عليهم ربما يكون صديق جديد وحد الصديق أنت لا تعرفه اكتسبوا منه سلوكيات ربما تكون سلوكيات خاطئة لازم أعرف لازم أكون متابع هل هو بسبب صديق جديد بسبب زميل جديد مثلاً في المدرسة بسبب مشكلة حصلت في المدرسة مثلاً من مدرس أو من هذا الطالب مثلاً مع زملائه لازم أعرف التغير اللي بيحصل فيه سلوك أولادي وكن متابع له لإن لو تركت هذا الأمر وأحملته ودت له نوع من عدم الاهتمام هيصير سلوك بالنسبة لأولادي وهيصير صعب جداً أنك تغيره فيما بعد الأولاد طاقة وعندهم وقت فتخيل لما يجتمع الطاقة والقوة والشباب مع الفراغ هنا نفسك إن لم تشغلها بالحق هتشغلك بالباطل أولادك إن لم تجعلهم يهتمون بأمور فيها فائدة سيهتمون بأمور فيها ضرر أنت مش هتقدر تمنع أولادك عن المحيط اللي هم موجودين فيه والمحيط اللي عايشين فيه على فكرة مش محيط البلد أو المدينة أو الدولة لا المحيط أصبح محيط عالمي لأن أنت في داخل بيتك بترد إليك الثقافات من كل مكان في العالم فالمسألة هنا محتاجة مني اهتمام بإني أرعى أولادي وتبعهم فعلاً على أساس أن نكون حصن حصين يقف أمام أي ثقافة أو أي أخلاقيات خارجة تأتي إليهم وبيكون عن طريق الإيه؟ الحوار والإقناع معاهم لازم يقتنعوا فعلاً لازم يعتزوا بثقافتهم لازم يعتزوا بفكرهم نطلع مع تقرير لدكتور نادر ياغي المستشار النفسي والأسري حول الشباب والفراغ ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله الشباب والفراغ طبعاً أولاً أقول كلمة الشباب والفراغ هنروح لموضوع مرحلة اللي هي الأجهزة الصيفية مرحلة اللي هو بتكون فيه أجهزات الموجودة في المنتصف العام الناس اللي ممكن يكونوا في الجامعة شوف كيف ممكن نوصل لمرحلة اللي يكون فيه فراغ في حياة الشباب عامة أكثر 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 فئة دايماً أنا بلاحظها في المقابلات تبعتنا وفي الأشخاص اللي بنشوفهم اللي بيكون عنده نسبة فراغ دائماً البنت أكثر من الولد لأنه الولد دائماً عنده أماكن كثيرة جداً ممكن يخرج فيها بالذات اللي هي النشاطات الرياضية البنت ما عندها كثير ممكن نشاطات رياضية مثل الولد فأكثر شخص بالواجد أنه دائماً عنده الفراغ دائماً البنت البنت مباشرةً تلجأ لأي شيء يشغلها اللي هو أقرب شيء ممكن تتخيله يكون متواصل فيها بإيدها اللي هو الموبايل اللي هو ممكن جهاز لوحي كمبيوتر التلفزيون هذه الأشياء عشان ما نوصل إلى مرحلة الفراغ دائماً احنا بنقول بنقسم حياتنا أنا ما حقدر ويجب أن ينتبه الأهالي كله يتم لا لا المراهق ولا للشاب ولا الولد في المدرسة ولا حتى لو نفترض الآن إحنا نتحدث أو بيشوفنا الشباب اللي هم خلاص صار عنده قدرة على أن يعتمد على نفسه هو صاحب القرار أنا ما حقدر أمنعك عن السوشال ميديا ما حقدر أمنعك عن مواقع التواصل الاجتماعي ما حقدر أمنعك أنك أنت تحضر فيديوهات أو تحضر تلفزيون إعمل اللي أنت عاوز بس زي ما نحن بيقول فيه جدوى اليومي عدد ساعات محددة أنا ممكن أتواصل فيها وأصل فيها لعملية أنا على السوشال ميديا أنا بالنسبة لإيه لي لما أعطيك أكثر من أربع ساعات لهذه الترفيه اللي احنا بسميه الترفيه الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي تلعب جيم تعمل كلية هذه الأشياء تكفي هذه الأربع ساعات مقابل للأربع ساعات ما محتاج منها غير أربع ساعات أخرى نشاط رياضي نشاط ذهني نشاط حتى التواصل مع الأصدقاء أنك إنت مجرد أنك إنت تغلق الأجهزة هذه وتحاول تعيش ساعتين مع الأهل مع الناس اللي أنت بتعرفهم هذا الآن أنا بلشت أبعد عن الفراغ اللي هو ما إلو هدف يعني أنا مقابل الأربع ساعات عشان نفهم في النهاية النتيجة النهائية مقابل أربع ساعات إذا بعملها كل يوم في النشاط اللي إحنا بسميه التواصل الاجتماعي مع الأجهزة الإلكترونية مع الجيم مع كل هذه الأشياء إذا بنقدر مقابله أربع ساعات الآن إحنا رحنا لثمانية نحطي لك أنه ساعتين فقط ساعتين ساعتين إلى ثلاث ساعات نشاط بدني نشاط تواصل اجتماعي طبيعي الآن أنا بيكون حققت النسبة الجيدة وما وصلت لمرحلة الفراغ السر في أن كيف أن أنجح ما بين الفراغ وأن أكون حياتي طبيعية زي ما بعطي للحياة الغير طبيعية اللي إحنا بسميها الغير افتراضية والغير واقعية أعطي نسبة 50% للحياة الواقعية شكرا أهلا بكم مرة أخرى نشكر دكتور نادرياغي على هذه الكلمات الطيبة والحاول في عجالة أنه يختصر لنا طريقة السيطرة أو التعامل مع أولادنا في تقضية أوقاتهم ويمكن دكتور نادر ركز على نقطة مهمة جدا مسألة اهتمام أولادنا في داخل البيت بالألعاب الإلكترونية أو الدخول على المواقع أو كل هذه الأمور طبعا دي مشكلة بتواجه الكل الآن إحنا أصبحنا لو الأولاد في مشكلة اللي عايز يسكت ابن من أبنائه عايزه يسكت بيطيله حتى لو طفل صغير يطيله الهاتف يطيله الجهاز اللوحي أنه يلعب فيه أو يشاهد فيه أي أشياء مثلا في مقابل أنه لا يزعجه في مقابل أنه يبتعد عنه وكأننا بنربي في أولادنا أن نضيع وقتكم هذه المرحلة مع أنها مرحلة صغيرة جدا إلا أنها الأساس في تربيتنا لأولادنا أولادنا لو شافونا إحنا بنقضي وقتنا في أشياء مفيدة أكيد هيعملوا كده هيتعودوا على هذا الشيء إنما تخال لما ابن يكون طالع شايف أن أمه أو أبوه معظم الأوقات مسكين الهاتف وللأسف أصبح الظاهرة سيئة جدا تلاقي الأسرة كلها موجودة وكل واحد منعزل عن التاني هم موجودون جسدا لكن روحه نفسه في مكان تاني ده بيكلم حد ده بيلعب مع حد ده بيرسل حد ده كذا مجتمعين يمكن موجودين في بيت واحد في مكان واحد إنما للأسف الأرواح غير ملتقية كثيرا جدا ما أدخل أماكن وأجد أربعة خمسة مثلا من الشباب موجودين وكلهم دون استثناء يعني هم وقفين جنب بعض كل واحد منهم ماسك جهاز في إيده إما هاتف أو غيره أو والكل في دنيا أخرى فهؤلاء موجودون جسدا لا روحا أنا عايز أعرف أنتوا إيه رأيكم في هذا الموضوع وإزاي إن إحنا فعلا نتغلب على هذه المشكلة لأنها مشكلة كبيرة إزاي؟ إحنا لما نربي أولادنا بطريقة صحيحة على استغلال أوقاتهم لما يطلعوا بعد كده ويكبروا ويكونوا أعضاء فاعلين وعمال في هذا المجتمع سدقون هيأدوا دورهم بنجاح فياريت تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي هتظهر أمامكم على الشاشة اللي هي 60566110 60566110 عايز أربط بين تعودنا على تضييع الوقت في بيوتنا وعدم الاستفادة منه وعلى تضييع الوقت في أوقات دوامنا هنت متخيل الشاب ده لما يكبر أو هذه الفتاة لما تكبر وتتخرج وبعدين تروح تعمل في أي مؤسسة دائرة حتى لو عمل خاص هو تعود أن معظم وقته بيقضي في أشياء غير مهمة أشياء غير مفيدة فتخيل لما يدوم في مكان هل تتخيل أو تتوقع أن شخص مثل هذا يعني تربى بهذه الصورة بهذه الطريقة متعود دايما أن وقته بيأضيف أشياء غير مهمة أنه لما يروح في دوام هيعمل تمن ساعات فعلا يعني أو على حسب الوقت الرسمي مثلا اللي تم التعاقد بينه بين المؤسسة أو الجهة اللي بيعمل فيها صعب جدا مش هزا أقولك مستحيل الأمر محتاج منه مجهود ومجهود كبير والبعض لا يتحمل الضغط ولا يتحمل هذا المجهود فتلاقيه خلاصة بالشغلة دي وراح يدور على عمل آخر أو وظيفة أخرى ليه؟ لأنه تعود من البداية أن وقته لا يقضي وقت طويل أو وقت كبير من وقته في أشياء مهمة وأشياء مفيدة فتجد أنه مشغول عشان كده بنعاني ويمكن حضراتكم تعرفوا أكثر مني مسألة نسب العمل أو الإنتاج العمل الفعلي اللي طلعته المنظمات العالمية اللي اتكلمت وخاصة منظمة العمل لما تكلمت على الوقت اللي بيقضيه العرب فيه اللي هو الوقت الرسمي فعلا يعني إحنا مثلا فيه دوام 8 ساعات وقت الإنتاج من 8 ساعات دول كام تخيلوا يعني حاولوا كده تفكروا وتشوفوا الموضوع تخيلوا أن النسبة كانت لا تتجاوز ربع ساعة يوميا معدل العمل أو معدل الإنتاج الفعلي طبعاً بتكلم على معظم الأقطار كلها مجتمعة مع بعضها في أقطار فيها نسب عالية وفي أقطار فيها نسب أقل لكن المسألة ليه لأن نتعودنا من الأساس من البيوت إن إحنا ما نهتمش بوقتنا إن إحنا نضيع وقتنا فلو قعدنا الاهتمام مرة أخرى من أولياء الأمور لأولادنا الصغار بعد كده أولادنا لما يكبروا هينشأوا على هذا الأمر وده اللي بيحاول الغرب إنه هو يعمله اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية أهلا بكم مرة أخرى ما زلنا مستمرين معكم في برنامجنا دروب الحياة وحلقة اليوم عن الشباب والفراغ وفي انتظار مشاركتكم معنا من خلال نستطيع أن نقول الخبرات أو الأسئلة حول هذا الموضوع وموضوع الشباب والفراغ وكيف نستطيع توجيه أولادنا وشبابنا لاستغلال أوقاتهم بصورة سليمة وصحيحة صورة تسهم في زيادة فاعلياتهم في المجتمع وفي نفس الوقت الاستفادة منهم بحيث أن المجتمع يستفيد من هؤلاء ويستفيد من طاقتهم ويعزز هذا المجهود الذي يبذلونه في الأشياء المفيدة والأشياء النافعة لأنهم سيكونون في المستقبل هم القادة سيكونون في المستقبل هم المسؤولون عن هذا المجتمع وهم الذين يديرون هذا المجتمع فلازم فعلا يكونوا على أكمل وجه وعلى أكمل استعداد لتحمل هذه المسؤولية اتكلمنا أن الأمر من البداية ومن الأساس بيرجع على عاتقنا إحنا لو ربينا أولادنا على تضيع الوقت هينشأوا على تضيع الوقت لو ربناهم على الاهتمام بالأوقات والاهتمام بالطاقة والنشاط اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياه أكيد فعلا هيكونوا على قدر المسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا وإحنا دايما لازم نربط أولادنا بثقافتنا العربية والإسلامية خير قدوة وخير أسوة في حياتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم لازم نعلم أولادنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل عشان يعيش مع عمه أبو طالب بعد وفاة جده عبد المطالب وقبلها وفاة أمه وقبل ذلك وفاة أبيه مراحل صعبة أبو طالب كان رجل فقير فإيه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه يعني في الثامنة من عمره بدأ هيدخل في العاشرة رأى أن لا يجلس من أجل أن يلعب ويلهو مع الأطفال ويأكل ويشرب وفقط لا ده خرج من أجل أن يقوم برعي الغنم يعني بيعمل بيشتغل عشان يساعد عمه لأن عمه كان رجل قليل المال كثير العيال والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم وتعود هذا الأمر ولما النبي اقترب من العشرين من عمره بدأ يعمل بالتجارة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده من أجل أن يحمل مسئولية تجارة أناس من قريش ولما رأت السيدة خديجة مهارة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي من طلبت منه أن يتاجر لها في مالها ثم بعد ذلك هي من قامت بعرض الزواج عليه مع أنها امرأة يعني ذات حسب ونسب وشرف ومال وغنى ولها وضع وقيمة ومكانة كبيرة في المجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال شابا في مقتبل عمره فقيرا ليس عنده المال الذي عند الآخرين الذين تقدموا لخديجة إلا أنها اختارت وفضلت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي من البداية لم يقف النبي لم يجلس بل النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يكون عاملا مساعدا لعمه في النفق على أولاده وفي إطعام هؤلاء الأولاد المنهج هذا كان منهج نبوي يعني كان في وحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه بعد ذلك بعدما نزل عليه الوحي والرسالة فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب كان لسه شاب صغير علي أسلم وعمره ثماني سنوات تقريبا والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة بعد البعثة 13 سنة يعني عليه كان عمره 21 سنة لما النبي هاجر من مكة للمدينة تخيلوا النبي يأتي بهذا الشاب وهو لسه شاب صغير ويجعله ينام في فراشه ويتحمل مسئولية الأمانات والودائع اللي عند الرسول عشان يردها المين للمشركين كأن النبي بيعلمه أنه يتحمل المسئولية وفي نفس الوقت بيعلمه الأمانة بيقول له صح المشركين ظلمونا وتأمروا علينا واجتمعوا من أجل أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي لم يأخذ أماناتهم ويقول يستحقون لأنهم ظلموني أو أخذوا أموال أصحابي الإنسان لما يريد أن يأخذ الحق يأخذ حقه يأخذه بطريقة مشروعة الغاية لا تبرر الوسيلة فكأن النبي بيعلم علي وهو في هذا السن وبيقول له يا علي حتى وإن ظلامك أحد لا تأخذ حقك من هذا الظالم بظلم بل لازم تكون الطريقة مشروعة يعني إيه اللي يخونك لا تخونه لأنك لست بخائن هو خائن أما أنت فلست بخائن فكأن النبي بيغرس فيه هذه الأمور بعد الهجرة طبعا إحنا عارفين الأرقم ابن أبي الأرقم كان من الشباب وأكثر ومعظم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب النبي علمهم إزاي استغلوا أوقاتهم إزاي استغلوا الطاقة والقوة الموجودة عندهم وفي نفس الوقت الفراغ يجي زيد بن ثابت عايز يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يخرج معه النبي يرى أن زيد من الناس الأذكياء اللي عندهم فطنة اللي عندهم قدرة على الاستيعاب وعلى العلم فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروح يتعلم لغة اليهود ويكون فيما بعد زيد بن ثابت من أكبر الحفظ للقرآن الكريم وأعلم هذه الأمة بالفرائض ولما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أبو بكر وعمر ويتكلم في مسألة جمع القرآن ويقترح عمر على أبي بكر جمع القرآن ويوافق أبي بكر بعد أن شرح الله صدره لهذا الأمر لا يجد أفضل أو أكفأ من زيد بن ثابت يتولى هذه المهمة فيشك اللجنة ويكون المسؤول عنها زيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته احنا عارفين أن حصلت غزوة مؤتة اللي كانت بين المسلمين وبين الروم وعدد الروم كان كبير جدا والمسلمين ثلاثة آلاف فقط يعني معنى ذلك أن الروم كانوا بيهددوا الأطراف الإسلامية خرج النبي إليهم في تبوك لكنهم لم تحدث معركة في تبوك اللي هي غزوة العسرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشكل جيش ويضع على رأسه أسامة بن زيد رضي الله عنهما مع أنه لم يتجاوز السادسة أو السابعة عشرة من عمره على اختلاف الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الشباب بدل مطرك هذا الشاب بيلعب بدل مطركه وعنده فراغ وليس هناك شيء يفعله لازم أوجهه بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة من أجل أن يستغل هذا الوقت لذلك مسئولية مهمة جدا عايزين نوجه الشباب توجيه سليم وتوجيه صحيح أنه يعيد اكتشاف نفسه ويعيد اكتشاف ذاته مرة أخرى عينك لازم يكون عندها البقدرة على أنها تستطيع أن تميز وأن تفرق بين الجانب اللي ابنك بيكون عنده مهارة وإتقن فيه والجانب اللي هو ضعيف فيه وتستطيع أنك تركز على الجانب اللي ابنك بيتمتع فيه بمهارة وتنميه من أجل أن تقدم لهذا المجتمع إنسان مفيد في جانب من الجوانب بيحب القراءة لازم يقرأ يكتب يحب الجانب العلمي يحب الجانب الأدبي يحب الجانب الرياضي شوفوا كل حد من أولادنا في جانب من الجوانب هو متميز فيه تأكدوا من هذا الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو حاكم عدل قسم ووزع على الناس الأرزاق كلها بالتساوي يعني ابنك اللي انت شايف أنه بيجيب درجات وحشة هتلاقي جانب من الجوانب المهمة هو متميز فيها بس مشكلتك مش عارف تكتشف هذا الجانب الفرق بين الأولاد اللي بينجحوا اللي ما بينجحوش العين البصيرة اللي بتستطيع فعلا أن ترى التميز في أولادها أو أن ترى التميز في طلابها ما هي العين دي على فكرة مش عين الأب والأم بس لا ما هي عين الأستاذ اللي موجود أيضا في المدرسة كمان لازم يكون عين حد من الأقارب من الجيران لازم يكون لما يشوف جانب هذا الشاب أو هذا الولد أو هذه الفتاة تتميز فيه لازم يكون عنده دور أو نوع من النصيحة بيقدموا لهم خلونا نطلع مع تقرير ونشوف رأيكم حول مسألة الشباب والفراغ ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله موسيقى 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 نشوف نهاب بالصلاة وقراءة الكرآن والعمل الخيري والعمل الخيري والقراءة الكرآن والكتب المفيدة والله يعتمد على وقت اللي بتحتاج أنت تشغل في هذا الشباب إذا كان في المدرسة وأوقات الدراسة أكيد أن اللي بيفيدهم المدرسة طبعا دروسة واجباتها شيء متعلق بالمدرسة نفسه أنشطة المدرسة مهاراته هو بالصف إذا عندها إمكانيات بالإذاعة مثلا أو أنه حتى في مجالات في المدارس نحن نعرف فيه جماعات تصوير ضوء وغيرها فهنا أنت تقدر تشغل بهذه الأشياء أنه ينمي مهاراته التابعة للمدرسة لكن إذا كان فيه وقت جازة هنا يبقى عدد دور البيت البيت وش الأشياء اللي أنا أريد أغرس في الولد هذا خلال وقت الفراغ والله عندك الأنشطة التطوعية البرامج الثقافية إذا كان مثلا الشاب في الجامعة فيه أنشطة جامعية تكون بعد الدوام إذا كان الشاب يداوم مماستر رياضة بعد الدوام أو القراءة المكتبات مثلا الأطفال أو اللي هم يعني بعدهم في مرحلة الدراسية مثلا عندك حلقات تحفيظ القرآن وفيه أنشطة مثلا في المراكز اللي هي الناشئة والطفل والله أنا متخيل من خلال أنشطة رياضية نوادي رياضية زي مثلا كرة القدم كرة السلة يمكن شطرنج حتى أو حتى مثلا نوادي قراءة نوادي قراءة ومجمعات القراءة والله بالنسبة للشباب فيه حاجات كتير ممكن تكون مفيدة زي مثلا ممكن نوجههم لأن هما يتوجهوا لأنديها بياضية يمبسوا بياضة بياضة شيء مهم جدا في الحياة بدل الألعاب اللوكترونية والحاجات اللي طائعة الحين ممكن المكتبات ممكن الندوات الثقافية اللي بتبقى في الجامعات أهلا بكم مرة أخرى يعني أنا دايما بصراحة معجب جدا بأراءكم وبكلامكم وبلاحظ إن ده بيدل وبينمي ما شاء الله عن عن ثقافة أو عن فكر أو عن اطلاع على حقيقة الدور اللي ينبغي فعلا إن إحنا نتحلى به سواء تجاه شبابنا سواء تجاه أولادنا حتى لما كنا عملين حلقات عن العلاقات الزوجية أو عن الطلاق الأراء يعني ما شاء الله بتكون أراء طيبة ودايما عايزة ومش عايزين ناهتم بالكلام وفقط نفسي نحول كلامنا الواقع عملي نفسي يكون الواقع بتاعنا والأخلاقيات بتاعتنا تماما زي ما بنتكلم لا لو بصراحة لو أخلاقياتنا وأفعالنا كانت نصف الأفكار والثقافات اللي موجودة عندنا نحن هنكون في مكان تاني وفي وضع تاني يعني إذن المسألة الكل تكلم كلام إيجابي وكلام رائع جدا من ناحية الاهتمام بأولادنا من ناحية إشراكهم في المسابقات أو في ندوات الاهتمام بالقراءة الاهتمام بالأنشطة سواء كانت في الصفة أو اللاصفية الاهتمام بالهوايات وتنمية المواهب الموجودة عندهم كل هذا كلام رائع رائع جدا عايزين طريقة عملية إزاي نقدر فعلا إن إحنا نطبق ناخد الكلام النظري هذا ونحول الواقع ملموس في حياته بمنتهى البساطة وإحنا دايما نميل إلى أن نتكلم بكلام واقعي أو كلام عمي زي ما دايما بنقول عايز الأمور تكون أمور عمية وبسيطة عشان من بساطتها نقدر نطبقها خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد كده إن شاء الله نشوف إيه الحلول العملية البسيطة اللي المفروض إن إحنا نوجه بها أولادنا ونشارك بها أيضا مع شبابنا عشان نستفيد من وقتهم ونستفيد من هذا الشباب بصورة جيدة أهلا بكم مرة أخرى إذن وصلنا للجانب المهم والأهم والخلاصة الواقع العملي إزاي نخلي أولادنا وشبابنا يستفيدوا من أوقات فراغهم في نفس الوقت نقدر ننمي مواهبهم وهم يستفيدوا والمجتمع يستفيد وكمان نقدم نماذج عظيمة فيما بعد أهم شيء لازم نعز الثقة أولادنا في نفسهم بدون الثقة كل اللي إحنا بنعمله في أي جانب أو في أي مجال من المجالات مش هيكون له أي أهمية ولا فايدة يعني يعز الثقتهم بنفسهم يعني يكون لهم دور ومكانة كلمتهم تكون مسموعة بالنسبة لنا نسمعها وجهة نظرهم لازم نستوعبها دي نقطة مهمة جدا لأن ابنك لو حس إن هو مالوش أهمية صدقني كل اللي ممكن يفكر فيه أو يبدع فيه هيحس إن مالوش أهمية فمش هيعمل فيشغل نفسه بشيء غير مهم نقطة مهمة نعزز ثقة أولادنا في نفسهم بمعنى نسمع لهم ندي لهم الفرصة إنهم يجربوا ويغلطوا مرة واثنين وثلاثة دورنا إن إحنا نكون موجودين عشان نصلح أخطاهم على فكرة وأولادنا مش هيتعلموا إلا لما يغلطوا فلما يغلطوا وقفنا بجوارهم ووقفنا جانبهم هو اللي بيخلينا نحميهم وندافع عنهم ونساعدهم إنهم بيتعلموا من الخطأ اللي بيقعوا فيه لازم يكون عندهم ثقة في نفسهم لما يكون الولد عنده ثقة هيبدأ بعد كده تقدر تاخد منه أي شيء أنت عايزه إنما لو قتلت الثقة فيه صدقني كل شيء بينعدم فيه دي أول نقطة مهمة لو عنده ثقة هيقول لك أنا أقدر فعلاً أكون متميز في القراءة متميز في الكتابة متميز في الجانب العلمي في الجانب الأدبي في الجانب الرياضي في الجانب الفني عنده ثقة هو فعلاً هيقدر إنه يعمل شيء مختلف ثقة بتيجي منين من الاستماع إليه احترام كلامه عدم تسفيه كلامه أنت لسه صغير لا بالعكس لازم نسمو بعقول أولادنا ونعزد ثقتهم في نفسهم الشيء الثاني والشيء المهم إن لما يكون ابني عنده هواية لازم أشجعه عليها لازم أكون داعم بالنسبة له مش أنا اللي أكون سبب في إنه هو يترك هذه الموهبة وهذه الهواية وكم رأينا من أناس كانوا موهوبين في جوانب كثيرة جداً لكن للأسف لعدم التشجيع ولعدم الاهتمام خلاص صاروا أناس عادين واشتغلوا في شغل آخر أو دخلوا تخصصات أخرى أعتقد إن كلنا عارفين أديسون وقصة أديسون وإزاي إنه هو طلد من المدرسة عشان مستوى زكاة وأقل وإزاي إنه أمه آمنت به وبقدراته أمه آمنت به كان عندها ثقة فيه ثقة في ابنها لما أمنت بابنها قدمت نموذج استطاع أن يقدم أكثر من ألف اختراع للعالم من أعظم العلماء اللي فادوا البشرية في تاريخها هذا الرجل بفضل مين بفضل الأم اللي عززت ثقة ابنها في نفسه مش الأم اللي دايماً تنظر لابنها نظرة إنه هو فاشل إنه هو مش هينجح إنه هو دايماً كذا لازم النظرة تكون إيجابية لما ابن يختار موهبة من المواهب فعلاً لازم أقف بجواري وبجانبه ما ينفعش إنه هو يروح يوم ويقطع ما ينفعش ابن كده عمره ما هيستمر ابنها يتعود ويتعلم إنه ما في استمرارية في عمل من الأعمال والنهاردة والله راح يتمرن رياضة معينة بعد أسبوع سابها ورح لرياضة أخرى بعد أسبوع وهكذا 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 مش هادر استفيد من ابني ولا منطقة ابني دي نقطة مهمة إن أنا أدعمه إن أنا أقف بجانبه كم من أبناء من أبنائنا كان عندهم يعني ضعف في الشخصية ضعف في القدرات عدم قدرة على التفاعل المجتمعي نوع من الانطوائية والعزلة لما بدأوا يتفوقوا في جانب من الجوانب بدأت ثقتهم ترجع لهم وبدأوا يواجهوا المجتمع حتى وإن كان عندهم أي نوع من أنواع نقول مثلا الأمراض الموجودة أو التلعثم في الكلام أو غيره كل هذه الأمور تذهب إذا كان الإنسان ناجح لأن النجاح هو اللي بيعزز الثقة فمش عايزين إحنا نكون عامل هدم لا بالعكس لازم نكون عامل بناء الرياضة مهمة في حياة أولادنا لأن أولادنا لو ما هتموش بالرياضة يهتموا بأمور أخرى ما هو هي ذهب مع الشباب هيتعلم التدخين وبعد ذلك مراحل مراحل كتير وهتلاقي بعد كده عقل ابنك بينهار صحة ابنك بتنهار كل شيء عمال ينهار وهو المجتمع إيه؟ والمستقبل عبارة عن إيه؟ ما هو في أولادنا خلونا نطلع مع بعض ونشوف أسئلتكم اللي وجهتوها للبرنامج ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله ما هي الطرق الممكن أو الوسائل التي يمكن للشباب يعني استغلال من خلالها وقت الفراغ أو أوقات الفراغ ما له ما هو وقته واحد كيف يمكنني استغلال أوقات الفراغ بعد الدوام في زيادة دخل أو زيادة ربح لخلاف العمل أنا شاب صغير كيف أسوي جدول بوقت الفراغي وأعمل عليه؟ سؤالي يقول لماذا أتقل لأنشطة الشبابية؟ المسئولية عمين توقع بحيث نشغل الشباب ما يكون عنده فراغ أهلا بكم مرة أخرى إذن يعني أسئلتكم هي بصراحة في صلب الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه وباقي النقاط اللي كنت أكملها معاكم السؤال الأول بيقول كيف أستغل الوقت بعد العمل لزيادة الربح اليومي لدي أفضل طريقة لزيادة العمل إنك تنجح في عملك لأن كل ما تكون ناجح هتكون متميز حتى لو ما لقيتش عمل آخر هتترقى وتتطور في عملك أنا بنصح دايما شبابنا كتير جدا من الشاب يجي يقول لي والله أنا دخلي مش كفاية أنا محتاج مثلا أشوف عمل تاني أقول له أنا عايزك ما تكونش مجرد موظف أنا عايزك تكون متميز في العمل ده لو كنت متميز دخلك هيزيد ليه؟ لأن الناس دايما بتبحث عن المتميز مش بتبحث عن الموظف العادي الموظف المتميز اللي عنده إبداع وعنده قدرة على التغيير وعلى التجديد عملة ندرة مش كتير منه مش موجود فلذلك قبل ما تدور على عمل تاني وتلاقي نفسك تعبت في العمل اللي برا وبعدين تعبت في عملك اللي انت بتعمل فيه وعملك اللي برا أثر على عملك الأول وبالتأكيد ما بتقدرش أنك تودي العمل الثاني بكامل طقتك وبكامل قوتك أنصحك ركز شوية في الجانب اللي انت موجود فيه وحاول تبحث عن الإبداع والتميز في الجانب اللي انت فيه دي أفضل طريقة أنك تتقدم وأنك تحسن من دخلك وتحسن من ربحك اليومي الطرق الفعالة للقضاء على الفراغ وعندي نفس الوقت كمان سؤال بيقول كيف أعمل جدول في وقت فراغي وأعمل عليه مسألة الطرق الفعالة للقضاء على الفراغ احنا اهتمينا وقلنا أن فيه دور أساسي بيكون من البيت لما البيت من البداية يعلمني القراءة يعلمني أني لازم يكون عندي نشاط رياضي أني دايما ألعب رياضة فيش مانع أبدا أني الأب يكون مشارك لأولاده وأنه هو يعمل معاهم وأنه هو اللي يشجعهم وأنه هو اللي يحفزهم لما نتعود على هذا الأمر حيكون بالنسبة لنا عادة نكتشف المواهب ونشوف هم مبدعين في أي جانب ونحاول نوجههم أنهم يمشوا في هذا الطريق على أساس أننا نستفيد منهم فيما بعد كمان أمر مهم جدا الحياة مش أكل وشرب وجسد ولعبه فقط فيه جوانب روحية تانية جانب الخدمة المجتمعية إحنا فين منه من مننا بياخد أولاده معاه وبيتطوع مثلا في عمل من الأعمال الخيرية من مننا مثلا بياخد ابنه وبيذهب للهلال الأحمر أو الجمعية الخيرية أو غير ذلك من مننا بيساهم في خدمة المجتمع لازم على فكرة نعلم أولادنا هذا الشيء وده جزء من الأعمال المهمة اللي بنقضي بها فعلا أوقات فراغنا لأن لازم أعرف ابني أن في ناس محتاجة ولازم أقف بجانبها لأن من الوارد أن سبحان الله في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات أكون أنا أحتاج من يقف بجانبي ومن يدعمني الإنسان يعني ليس بكامل القوة ولن يظل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة الآن أنت قوي لازم تساعد غيرك عشان لو مر بك لحظة ضعف تجد اللي بيقف معك ولي بيساعدك عندي كمان من المسائل المهمة جدا تشجيع الأبناء والشباب على صلة الرحم في أولاد ما يعرفوش أعمامهم ولا يعرفوا أخوالهم في أولاد بيزوروا أعمامهم وأخوالهم كل سنة وكل سنتين مرة ما هذا من ضمن الأمور المهمة اللي لازم يكون لها جدول موجود في أولوياتي وفي ترتيباتي أنا كده بعلم ابني صلة الرحم أنا كده بعمل عمقه تواصل وأخوة قوية وعظيمة جدا بين كل أطراف المجتمع وفي نفس الوقت بخلي ابني يقضي وقت من أوقات فراغي في جانب مهم وفي أشياء مهمة وفي أشياء مفيدة طبعا يعني عندي هوايات زي القراءة الرياضات مثلا للإنسان بيعملها أي مساعدة سواء للجيران عمل من الأعمال العامة أو الأعمال التطوعية كل ده لازم ابني يشارك فيه وكفؤه لما لقيه بيشارك بل ودايما أحكي له قصص وبين له إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل في وسط الصحابة أو إزاي الصحابة كانوا بيعملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أضرب له أمثلة وأمثلة من السلف الصالح وأمثلة أيضا من الواقع المعاصر اللي احنا موجودين فيه طبعا مسألة لماذا تقلل أنشطة الشبابية لا فيه الحمد لله أنشطة شبابية كثيرة موجودة لكن قل لإن ما شاء الله حجم الشباب كبير ففيه جزء من الشباب لا يشارك المفروض أن احنا بتقع علينا مسئولية أن احنا نلفت أنظار هؤلاء ونأخذ بأيديهم إلى المشاركة في هذه الأنشطة على من تقع مسئولية أن نشغل الشباب في وقت الفراغ علينا كلنا دي رسالتنا كلنا الأسرة المجتمع الإمام المسجد المدرس في المدرسة كل أطراف المجتمع طبعا المؤسسات والهيئات والوزارات المختصة بالشباب كل هذه الأمور جهود مشتركة كلنا فعلا لازم نهيئ للشباب وسائل من أجل أنهم يستفيدوا فعلا من وقت فراغهم ويكونوا عامل في بناء هذا المجتمع وفي تقوية هذا المجتمع أتمنى أن احنا فعلا ناخد بأيدي أولادنا للاهتمام بالوقت والاستفادة من الوقت يعني انتهينا من حلقتنا اليوم بوعدكم إن شاء الله بحلقة أخرى وتكملة لموضوع للشباب والأثار السيئة اللي ممكن تيجي من الفراغ لأن فيه بعد كده بتكون مشاكل خاصة ما يتعلق بالتطرف خاصة ما يتعلق بالغلو والتشدد في الدين بإذن الله نكمل هذا الموضوع في حلقة أخرى أراكم فيه على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة